السلام عليكم انا مطلوكاتي و اليوم احنا مع الأستاذ محمود اللي هو مسؤول منزلعة الأبقار في قرية اسمها قرية العفسية سبعة كيلومتر من الحدود السورية هي حدود التركية في منطقة اسمها رحنية اليوم ستستعملت مطلوكاتي في أبقاء عفسية أمام المحمود في حدود هذا الشعب حقاً لن ترى المطلوكاتي هذه المطلوكاتي تقنية 30 مطلوكاتي و 1 مطلوكاتي في القائفة يديه هذا المشروع في حوالي 31 بقرة وطور واحد معهم للحليب والإنجاب والآخر و هذا المشروع هو مشروع تنوي تدعمه أو تملكه أو تؤسسه جمعية وفاء في تركيا لها فكرة جديدة و هي ناسل جديدة لكنها فكرة جيدة جداً وقت الحروب و أننا نفكر في التنمية إذن أفكار أفضل و هو نعمل من حضاً تقوم بإنجاباء مستشفى هذا المشروع هو تعتبر علامة في مفرق الطريق مع المانحين اللي هم بيعطوا أموال فقط المانحين التخليدين اللي هم بيعطوا أموال فقط للعمل الإنساني الإغاثي فقط لذلك الآن ماركفورد دونالو هو only give money to relieve projects but not to development projects especially during the time of conflict يعني هو يعتبر معلم من معالم التنمية والفكر الرائد اللي بيحاول ينمي المجتمع في الوقت اللي الحرب في موجودة من نظرنا الى هذه المزارع نجد أن هناك أراضي حضراء كثيرة ممكن نزع فيها الزيتون ممكن نزع فيها الفلدق ممكن نزع فيها الأمح ممكن نزع فيها الفلدق و square و لو لوكد ديس فام سرعني ديس فام أفضل المصدر على المصدر تأتي في هذه المكانة سيكون جيدة للحجوى للحجوى، للحجوى، للحجوى للحجوى، 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 للعنفل، للحجوى، للحجوى، ومن الكلام الحجيات ونرى هنا الفحل المسؤول عن كل هائلاء النسوة من البقر نرى هذا يا سيد بول يجب أن يجب أن تقسير كل هذه الأفقار وهذا هو الفحل المسؤول عن تقسير كل هذه الأفقار هذه الأفقار هو المسؤول عن تقسير كل هذه الأفقار لتقسير كل هذه الأفقار هذه الأفقار هي حلب الحلابة من خلالها نحضب البقر ونأخذ اللبن ولكن هناك مزرعة للأفقار ثم هناك مزرعة للخضروات، وهذا مشروع تكملي لابد على المانح أن يفكر جيداً في إنشاء مثل هذه المشاريع حتى في عقلات الخلوة عندما نظرنا على هذا المشاريع بين الأبريكالشة والأبريكالشة والأبريكالشة، يمكننا أن نجد أنه مهمة جداً لا تتذكر المنطقة في الوقت الماضي في الوقت الماضي من تجد التجاريخ بجانبات المنطقة في الوقت الماضي هناك موضوع في فائدة المقرآن، هناك بعض الناس هنا وهذا هو موضوع التجاريخ والأبريكالشة المنطقة في الوقت الماضي ندقنا اليوم مع الأخ محمود إن إحنا ساعة الحرب لابد أن نختصت جزء من مال الأغاثة لكي نبلغ مشايع تنموية في الأماكن الأمنة في حالة القضاء أو حالة الصنع نجد أن تبدأ من عقلات مهن المنطقة في المدينة نجد أن نقوم من الصحرية من المنطقة التجاريخ من المنطقة التجاريخ نتعرف على بعض الطوالب على شاهد نشوف الأمر ماشي هنجد أكثر دكاوب هنجد أكثر دكاوب هنا أيضا استكمال المشروع ونجد هذه الأبقار الحوامل معزولة عن الباطل لكي تستطيع أن ينمو البني تدخلها إلى أن يكن هنا المشروع من الأخرى لأنهم جميعا هنالك في المنطقة الماضية لتأكد والذي ننخص ما تحدثنا عنه سياسون والنصاة البيضة لهذا على المعше منكم هناك75خير مточص يج覦 إلى الجلس ونجد على توقف إلى الحياة إلى الجهات إلى الجهة إلى الجهة إلى الجهة إلى المعشم إلى الجهة في الموقف ال الرسالة اليوم لا بد أن نقتصد جزء من مال الأغاثة في وقت الحروب لأن نستطيع أن نبني قدرات البشر لأن نبني قدرات الجمعيات لكنا نستطيع أن نبتدأ مشاريع تنموية في أماكن تكون أمنة أكثر أمنا لكنا نستطيع أن نبني مجتمع محلي داخل الوطن ولكنا نستطيع أن نبني مجتمعات جميعا وهذا في وقت الحر هذا في وقت الحر نحن رسنا مسألين عن إتعام الجميع لكننا مسألين أمام الله سبحانه وتعالى عن استقطاع جزء من مال الإغاثة لبناء المجتمعات وتنكين الأفراد وبناء المجتمع المجتمع المادنية والجمعيات فيه We are not at the time of conflict we are not actually made custodian to feed everyone and anyone No, we are actually being responsible to build the community to build the capacity of the individual to build the capacity of the organization and to build the infrastructure of the society and this, when we call it our formula is to take about 25 to 30% وفي وقت الحروب لا بد أن نستخطع من 25% من المال للإغاثة لكي نبني مثل هذه القدرات ونبني مثل هذه الجمعيات ونبني مثل هذه المجتمعات ولذلك علينا أن يوم متبرع أن لا نكون تقليديين أن لا نكون تقليديين أن نكون تقليديين عن 7 كيلومتر من السيد البورد الإنرحانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته